بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على سيد المرسلين نبينا محمد بن عبد الله النبي الأمين أما بعد أحباب مع الدرس السابع من مادة الدراسات الإسلامية للصف الثالث المتوسط قسم الفقه الاستحادة والنفاس وهو الفصل الدراسي الثالث نتعرف على معنى الاستحادة ودليل الاستحادة وأحكام الاستحادة ثم سنتعرف على النفاس وأحكام النفاس والفرق بين الاستحادة والحيض والنفاس أولا الاستحادة المراد بها دم مرض عارض يخرج من رحم المرأة في غير وقته هو يعتبر مرض عارض يخرج من رحم المرأة في غير وقته الحيض له وقت محدد مرها كل شهر في تقريبا سبعة أيام في الشهر كما كل والأقصى له 14 يوم والأقل مثلا يوم أو يومين لكن الاستحادة هو دم عارض يخرج من رحم المرأة في غير وقته الدليل عن عائشة رضي الله عنها زوج النبي صلى الله عليه وسلم أن أم حبيبة بنت جحش رضي الله عنها استحيدت سبع سنين فاستفتت رسول الله صلى الله عليه وسلم في ذلك فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن هذه ليست بالحيضة ولكن هذا عرق فاغتسلي وصلي يعني ليس حيض وإنما هو استحادة فتسلي عادي أحكام المستحادة يجب على المرأة أثناء استحادتها أن تصلي وتصوم كسائر الطاهرات يعني كأنها طاهرة عادية ليست هناك موانع من الصلاة والسوم يجوز لها الطواف يجب علي أن تتحفظ بما يمنع خروج الدم أثناء الصلاة والطواف ثانيا النفاس المراد به دم يخرج من رحم المرأة الحامل بعد الولادة يتبع الولادة أو قبلها بيسير ويستمر بعدها أياما في الغالب أربعين يوم هذا مربوط بالولادة أحكام النفاس مدة النفاس أربعون يوما غالبا إذا انقطع دم النفاس قبل الأربعين أو في الأربعين يجب على المرأة أن تغتسل وتصلي وقتانيا قطع الدم تغتسل وتصلي إذا زاد دم النفاس على الأربعين يوما فإن صادف الحيض فهو حيض يعني إن زاد عن الأربعين وكان دا موعد الحيض الشهري خلاص يبقى حيض ليس نفاس وإن لم يصادفه فهو استحاض إذن تصلي يحرم على النفساء الصلاة والصيام مثل الحيض يجب على النفساء قضاء الصيام دون الصلاة مثل الحيض يجب على النفساء الغسل إذا انقطع عنها الدم مثل الحيض تعال نقارن بين الحالات الثلاث الحائض هنا تصلي لا تصوم لا تقضي الصوم نعم المستحاضة تصلي نعم تصوم نعم طبعا مش هتقضي بقى لأنما خلاص يصامت أنه فساء لا لا تصوم لا تصلي تقضي الصوم نعم تمام كيبقى مفهوم الأسئلة السؤال الأول ما المراده بدم الاستحاضة المراده بها دم مرض عارض يخرج من رحم المرأة في غير وقته ما الفرق بين دم الاستحاضة والنفاس الاستحاضة دم مرض عارض يخرج من رحم المرأة في غير وقته الاستحاضة لا تمنع من الصلاة والطواف والصوم النفاس دم يخرج من رحم المرأة الحامل بعد الولادة أو قبلها بيسير ويستمر بعدها أياما النفاس يمنع من الصلاة والصيام والطواف هذا لا يمنع وهذا يمنع هذا مرض عارض وهذا طبيعي بعد الولادة يبقى هذا الفرق بين الاستحاضة والنفاس سؤال الثالث ما الفرق بين الحيض والاستحاضة فيما يتعلق بالتواف بالبيت العطيق الحيض يمنع من الطواف والاستحاضة لا تمنع من الطواف هذا يمنع وهذا لا يمنع ماذا يجب على المرأة نفسها إذا انقطع عنها الدم قبل الأربعين؟ تغتسل وتصلي ماذا يحرم على المرأة نفساء من العبادات؟ سعوانه يحرم عليها الصلاة والصوم والطواف بالبيت العطيق السؤال السادس ما الذي يجب أن تقضيه الحيض والنفساء قضاء الأيام التي فتتها من الصيام؟ تقضي الصيام ولا تقضي الصلاة قضاء الأيام التي فتتها بمقدار الأيام التي فترتها أثناء النفاس يعني مثلا لو اتسلت في نصف رمضان إبع عليها 15 يوم لو لحقت رمضان كله بعد يوم واحد إبع عليها يوم وهكذا وهكذا نكون قد انتهينا من شرح هذا الدرس لا تنسونا من الدعاء والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته